اهلا بكم الى مجزن اخباري من قناة عدن الفضائية جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام الحكومة الشرعية باتفاق الهدنة الاممية والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن واشار رئيس مجلس القيادة في محادثة هاتفية تلقاها من وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفري الى اهمية الضغط على الميليشيات الحثية من اجل التزامها بالهدنة الاممية بكافة بنودها بما في ذلك فتح معابر تعزو الاستجابة للشروط القانونية لاستناف الرحالات التجارية عبر مطار صناعة خفيفا لمعاناة المواطنين واكد الرئيس العليمي ان جماعة الحثيين التي استمرت بشن هجماتها ضد العين المدنية في الداخل اليمني وعلى شقة وحث الرئيس رشاد الحنيمي في المحادثة مع الوزير البريطاني المجتمع الدولي على مزيد من الدعم الاقتصادي والتنموي وعلى وجه الخصوص المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الامن التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية العميد الركن طارق صالح في العاصمة المؤقتة عدن الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لقنة تنسيق عادة الانتشار واستعرض نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح المستجدات على ضوء الهدنة الاممية واستمرار تنص لميليشيات الحوثية عن تنفيذ اتفاق السويد وخروقاتها المتواصلة لوقف اطلاق النار واستمرارها في قصف القرى والمنازل والمزارع وزراعة الالغام والعبوات الناسفة التي يذهب ضحيتها المدنيون وجدد العميد طارق التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق السويد وبما من شأنه انهاء معاناة المواطنين وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركم فرق سالمين للبحث لأن عملية تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية هي المهمة الاساسية للقيادة السياسية الجديدة وأشد داخلات رأسه اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بساحة لحضر موت بحضور وكيل اول المحافظة عمرو بن حبريش العلي وعدد من وكلاء المحافظة والمساعدين على ضرورة تكثيف مهام المكتب من خلال القيام بمهامه على اكمل وجه مستعرض مستجدات الاوضاع السياسية والمهمة التي اطرأت خلال الفترة الاخيرة وفي مقدمتها انعقاد المشاورات اليمنية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي حضرها عدد كبير من الشخصيات اليمنية الرفيعة والتي افضت لا استنتاجات لضرورة تشكيل قيادة ميدانية جديدة تمثلت بالاعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اقرى مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدم برأسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك عددا من الاجراءات في الجوانب الخدمية والامنية والاقتصادية للتعامل مع التحديات الراهنة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وفق الاولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء قازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على ساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وخدميا بما في ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومي على إنجاح الهدنة الأممية رغم مساعي الميليشيات الحوثية الإنقلابية لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها مشيرا إلى نتائج زيارة المبعوث الأممي لعدا ولقائه مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثية الإنقلابية لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائري على محافظة تعزوى المستمر منذ سبع سنوات وأجدد مجلس الوزراء حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الكامل على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية وضرورة الالتزام بتطبيع كافة بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل ميليشيات الحوثي في إطار مساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية وصلت ميليشيات الحوثي الإنقلابية خرقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعزو أبيان والضالع ورصد القيش الوطني ارتكاب الميليشيات الحوثية 101 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية في مختلف جبهات القتال منها 32 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحس جنوب الحديدة و25 خرقا غرب حجة و24 خرقا في محور تعز و11 خرقا شمال وغرب وجنوب حافظة مأرب وأربعة خرقات في الضالع وخرقان في أبيان وخرقان في جبهة الملاحظ جنوب غرب صعدة وخرقا واحدا في الجوف وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية استهدفت مواقع القيش في الجبهة الجنوبية بصاروخ باليستي وسقط في مفرقة الجوب كما أطلق صاروخ باليستي من الجوف اتجاه مواقع القيش شرق مدينة الحزم ولا أضرار وفي محور تعز أصيب ثلاثة من أبطال القيش بقناصة الميليشيات الحوثية في الجبهة الشرقية للمدينة كما أصيب أحد أبطال القيش في محور حيز برصاص قناصة الميليشيات وهي الحادثة الثانية من نوعها في المحور خلال أقل من 24 ساعة فالمجهز انتهى أنتم الوطن بخير في أمان الله موسيقى